قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم أخوانا الكرام أخواتي الكريمات مع سلسلة دروس في التربية والعقيدة والمنهج ومستمدها بعون الله والتوفيقه من سيرة إمام من أئمة التابعين وهو الإمام والتابعي الجليل أبو حازم سلمة بن دينار الإمام الواعظ المحدث فقيه من فقهاء المدينة رحمه الله تعالى نتذكر معكم في هذه السلسلة بعضا من آثاره وأقواله النيرة التي اعتنى العلماء بجمعها ونقلها في ترجمته أبو حازم سلمة بن دينار تتلمد على جمع من الأئمة وعلى رأسهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معاني الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه والتتلمد على يده أيضا جمع من الأئمة الكبار وعلى رأسهم إمام المدينة الإمام مالك ابن أنس سوفيان بن عيينة وسوفيان ثوري وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وغيرهم من أئمة المدينة ومن علماء الحديث الكبار في زمانه وعادت العلماء أنه إذا روى عن الراوي الأئمة الكبار المسندين الثقات فذلك دليل على فضله ومنزلته أبو حازم سلمة بن دينار أثنى عليه العلماء في هذا الباب الذي نحن بصدده وثناء العلماء عليه كثير لكن في هذا الباب الذي نحن بنصدده وهو أقواله وآثاره الجليلة أثنى عليه العلماء فيها ومن ذلك ما ذكره ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال ما رأيت أحدا لاحظوا الزمان هو زمان التابعين وزمان الإمام مالك والزمان الثوري وزمان الأئمة الكبار والأوزاعي والليث يقول رحمه الله ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم أقواله كانت فيها حكمة ومن يوت الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا ومن ذلك أيضا ما قال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت عون بن عبد الله سمعت عون بن عبد الله يقول ما رأيت أحدا يفرفر الدنيا فرفرة هذا الأعرج ويقصد أبا حازم سلم بن دينار فإنه كان أعرج وأحدب كان في ظهره هذا العظم الناتئ الذي يكون في الظهر ويكون فيه وجاج وهو نوع من العاهات وكذلك كان أعرج رحمه الله تعالى فإنه كان يفرفر الدنيا بمعنى يظهر عوارها وعيبها ويبين هوان أهلها ولذلك كان أحيانا يأتيه الملوك ويأتيه الوجهاء ليسمعوا من كلامه في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد اعتنى العلماء بجمع هذه الآثار من كلامه في تراجمهم كالذهب رحمه الله في سرع المنبلاء وغيره وهي متنوعة في أبواب العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والنصيحة وغير ذلك كان رحمه الله تعالى من الزهادي العبادي الكبار لماذا نقف مع تراجم السلف؟ ولماذا هذا الجيل بالذات؟ أولا نقف مع جيل الصحابة والتابعين ومع تراجمهم لأنها فيها الخير العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني وكذلك الله عز وجل أمرنا باتباع هذا الجيل قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهما رضوا عنه فأتمن الله في هذه الآية على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ولا شك أن جيل التابعين جيل الله عز وجل جعل فيه خيرا كثيرا جيل العلم والعمل والقدوة وصفاء العقيدة وصفاء العبادة وحتى عند المحاتثين يعتبر هذا الجيل الجيل الصاف حتى من ناحية الرواية فإذا كانت الجهالة تضر الرواة فإنها في هذه الطبقة في طبقة التابعين ضررها أقل فالجهالة في هذه الطبقة أقل ولا تضر فهذا الرجل من سيرته هي من سير الصالحين من سيرة الآئمة الذين يقتدى بهم والله أمرنا في كتابه بأن نقتدي بالصالحين وقد قال للنبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له من سبقه من الأنبياء قال الله للنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فالنبيه أمر باتباع سبيل من سبقه من الأنبياء والمرسلين والله عز وجل في كتابه يذكر لنا قصص كثيرة عن من سبقنا من السلف الصالحين من الأنبياء والمرسلين ويقول لقد كان في قصصهم عبرة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول سير السلف جند من جنود الله الجند يعطي صاحب الجند تعطيه قوة وثبات وانتصارات وغير ذلك فما فائدة السيرة في أن تكون جند من جنود الله نعم سير الصالحين من قرأها وتفقها فيها ونظر فيها بعين الاعتبار والاقتداء والاعتساء سيقوى إيمانه وستقوى عقيدته وسيقوى ثباته واستضح له طريق من سبقه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قلاب حنيفة سير السلف جند من جنود الله كما ذكرنا فيها القدوة الحسنة فيها الاقتداء والاعتساء فيها التطبيق الكامل الصافي النقي للإسلام عقيدة وعبادة ومنهجة وما أحوج أجيال المسلمين الآن من الشباب من الذكور والإناتي من الكبار والصغار ما أحوجهم إلى القدوات الحسنة التي تنير لهم طريقهم الصحيح الذي ينبغي أن يسيروا فيه لا طريق القدوات السيئة والنجومية الفارغة والأضواء الكاذبة فإن هذه قدوات سيئة نسأل الله لنا ولكم الهداية معدنا في القادم إن شاء الله مع الأثر الأول من آثار هذا الإمام الجليل نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزدنا علما وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين